يا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله الفيديو هذا اللي نزلتكم الحين ما له علاقة بالفيديو اللي يبينزل بالليل لانه بالليل مفيش فيديو تمام يا بنات؟ ليش يا بنات؟ أنا اليوم عندي تنظيفات عميقة 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 شوي فأبغى أتفضل بيتي شوي أنظف بعض الأشياء فيه صور أريد أمسحها صور خارجية أمسحها مع لفسي دروج أريد ألمحها في يا بنات عذروني ما عندي وقت أني أمنتج فيديو بالليل وأنزله بس نزلتكم هذا الفيديو الحين وبكرة بإذن الله تعالى ينزلكم الفيديو تمام؟ بجاوب هنا بس بقول نقطة صغيرة أنا نزلت صورة لي بالمنتدأ قبل وبعد خلاص طبعا العارفة إن الآن البعض ممصدق أمسارة كيف صارت كذا أمسارة كنا نتوقع كسيمينة بنات بالله ما عندي شي خبي لا من قريب ولا من بعيد ما حد له شي عندي من الآخر ما حد له شي عندي لا حبيب ولا عدو ولا صديق ما حد له شي عندي خلاص علشان أنا أكذب علشان أحد أو مثلا أستحي أطلع صورتي قبل أو أقول لا من يمطلع صورتي تأكدوا يحطوها كذا زي الحلقة في إذنكم خلاص أمسارة ما تستحي لا من ماضي ولا من حاضر ما عندي شي لا في ماضي ولا في حاضري أخجل منه إلا الأشياء إلا الأشياء اللي أنا أسعى بيني وبين نفسي لتطويرها مثلا على سبيل المثال فرضا لما كنت قبل قلت لكم أيام الشباب أيام المراهقة كنت قطع بصلاة الفجر ما أنتظم فيها تمام خبرتكم هذه الأشياء أنا أسعى فيها لتطوير نفسي مو عيب ولا حرام أنه الإنسان يتطور الأحسن ولما أوريكم صورتي قبل بعد ما عندي حاجة أخجل منها ليش لأن اليوم أنا أمسارة الجديدة والصورة القديمة هذه كنت أنا وكانت فيني حسنات وفيني عيوب قدرت أني أتخلص من حاجة كانت هاجس على قلبي جالسة وقدرت أنه أنا أطلع منها وأكون إنسانة أحسن خلاص طيب بخصوص الصورة أنا نزلتها على المنتدى لبعض قالوا لي بجاوب على نقطتين بطلعت أجاوب على تساؤلاتكم قلتوا لي يوم سارة هل كنتي حامل بالصورة أنا نزلتها على المنتدى أنا قلت لوحدة لا أمني حامل إلا فعلا أنا كنت حامل أنا من الناس اللي لما أسمن الحسنة الوحيدة ما لي بطل تمام الحسنة الوحيدة أني ماني من النساء اللي لما أسمن يطلع لي كرش تلقوهم جسمي مليان سمينة دبا أي شيء بس يا بنات ما لي كرش ما لي بطن خلاص ما لي بطن ما لي مأدة فاهميني أنا من النساء اللي ما لي بطن بطني عادي جدا مو متناسب مع وزني يعني بطني ما لي بطن ولما نحفت خلاص اختفع من الآخر فاهميني فما لي بطن طيب يوم سارة ما لك بطن ولادة إلا بطن ولادة أكيد أني تقول لك ما لي بطن ولادة هذه معلش أكيد لي بص البطن وحق الولادة اللي عندي صغنون مو ذاك الكبر يعني فاهميني طيب نجي الحيل للنقطة أنه أنه الصورة اللي كنت كانت بالمنتدأ أي يبنات أنا كنت هنا حامل في سارونة أنا ذكرت كنت حامل يا بنات في سارة تمام كنت شعيلة طفلة على إيدي هذه مي سارونة هذه بنت إختي وأنا يبنات هنا كنت أنا حامل في سارونة بالصورة هذه اللي أنتم شايفينها شفتوها بالمنتدأ تمام الصورة اللي بوريكم إياها الحين هذه الصورة كنت معاكم أنا على اليوتيوب قبل ثلاث سنوات لما سافرت أبها مو السفرة الأخيرة هذه اللي رحنا لا 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 السفرة الأولى القديمة اللي قبل ثلاث سنين والحين تشفوني ساحبة سارة بإيدي خلاص الحين شوين تطلع لكم الصورة حلو وكمان قلتوا لي اليوم صارة الصورة اللي على المنتدأ نزلتها أنت لابسة عباية واسعة ما قدرنا نشوف الفرق يعني العباية اللي لابستيها أصلا كنت واسعة يعني كنت حامل أنا أصلا كنت لابسة عباية عباية كانت تقريبا بشت تقريبا بشت نقفل فكنت حامل وبرضو كنت سمينة بنفس الوقت وكانت عباية طبيعة راح تكون واسعة أنا ما بغاية شيء يعلم على جسمي كونني سمينة خلاص بنات هذه أول نقطة نقطة ثانية بالفيديو اللي نزلت المرة اللي فاتت اللي نزلت فيها الصورة حقيت لما نحفت واحدة كتبت لي فيه فرق بين الفيديو وفيه فرق بين الصورة اللي بالفيديو يتهى سمينة واللي بالصورة يتهى نحيفة لأن الفيديو قديم زي هذا الفيديو بنات هذا قديم شوف مطبخي الأول هذا الفيديو اللي صورت نزلته لكم هذا قديم وانتي ما تابعتي أول الفيديو لاني قلت بأول الفيديو هذا الفيديو من فيديواتي القديمة وقلت لكم لاحظوا ايدي اسمن خلاص الحين ايدي كلكم من شايفين انا نحيفة تمام بنات طيب فالفيديوهات هذا حتى الفيديوهات هذا الفيديوهات لقدامكم هذا قديم يا بنات هذا من اقدم فيديوهاتي النزل على القناة من اقدم فيديوهاتي حتى ابو مطبخي اللي فوق لا ببيتي الاول اللي افتحت فيه معاكم القناة بس هو نفس المطبخ نفس المطبخ بس المكان غير والبيت غير خلاص بنات طيب الحين تعالوا خلونا نشوف الصورة قبل وبعد وتعالوا كذا عشان ايش عشان تحكمون فعلا ترفون أنا كم فعلا نزلت وأنا فخورة بنفسي فخورة بنفسي لتلومين اللي ما يكون فرحانة بهذا الأنجاز بنات أنا ما قاعد سنة ولا قاعد سنتين ولا قاعد ثلاث سنين ولا عملت تكميم ولا عملت عمليات تنحيف ولا خذيت أبر ولا خذيت ولا خذيت أبر ولا خذيت أي حاجة علشان أنحف خلاص أنا نحفت بفضل الله سبحانه وتعالى ثم إرادتي لما تكون عندي إرادة حديدية يحقلني أفتخر بنفسي لا تستغربي لما تقولي أنت منتي أول واحدة نحفت أنا مني أول واحدة وغيري كثير نحف بس الإنجاز اللي أنا سويته سويته ببكة قياسي بسبع شهور تخيرين أنا نزلت من 113 اليوم طلعت على الميزان 73 نزلت من 113 إلى 73 بسبع شهور بسبع شهور أنا كنت إنسانة مختلفة وإنسانة مختلفة وإندي بيبي صغير كنت أوي والدة أنا ما كملت الأربعين لما بديت النظام الصحي ما كملت الأربعين بخصوص الرضاعة أنا ما رضع يا بنات اللي يسألوني عن وضوع الرضاعة أنا قلتها سابقا أنا ما رضع صبوحه قال الحليب الصناعي لأنه صدري أصلا ما در حليك خلاص تعالوا كذا يلا على برق درب البداية البداية درب خف خف تدريجي وانقطع وصبوحه حاليا على الحليب الصناعي خلاص تعالوا يلا خلنا نشوف الصورة عشان أنتم تتأكدون لأني لبسة لا فراشة ولا بلاك بيري ولا عباية واسعة خلونا نشوف على اليمين من قبل وعلى اللي سار من بعد وهذه صورتي يا طويلات العمر والسلامة وأنا في أبها قبل تقريبا ثلاث سنين وأنا يبنات على اللي سار الحين ما شاء الله تبارك الرحمن قلوا لي في فرق ولا ما في فرق في فرق ولا ما في فرق على فكرة أنا تكسيمت جسمي أنا أم سارة تكسيمت كذا حلو قلت لكم أنا مالي كرش من الناس اللي مالي كرش ولي ورك خلاص من الناس اللي مالي كرش ومن الناس اللي لي ورك فتكسيم الجسمي ممتعبتني يعني لما نزلت الحمد لله نزولي بالتكسيمة كانت ممتازة فهميني في مثلا جسم التفاحة في عندكم الجسم المستقيم لا أنا من الناس اللي لي ورك يعني الحمد لله التكسيم الجسمي حلوة واللي قالوا لي يوم صار وقفي على الوزن هذا خلاص لا يا بنات ما ريد أوقف هنا ما أبغى وقف هنا أنا أبغى أوصل بإذن الله تعالى للوزن المثالي أنا نزلت ونزلت مكملة بإذن الله تعالى كمان يا بنات يا بيلي 10 كيلو 11 كيلو بإذن الواحد أحد لازم أجيبه أبغى أوصل للوزن المثالي خلي وجهي نحف بالعكس لما نحف وجهي قسم بالله يطلع أحلى أحلى ودي أوصل كذا للوزن المثالي في فنانة تركية اسمها يشبهوني فيها ودي أوصل طبعا هي نفس طولي تقريبا هي 167 ودي أوصل يا بنات كذا الجسم هذا اسمها اسمها مش اسمها إن شاء الله بكون قلب الاسم لأني أنا ما تابع مسلسلات تركية وكذا بس اسمها يا بنات بنار دينيز أو دينيز بنار أكتب دينيز بنار أو بنار دينيز حاجة زي كذا ودي أوصل لأنها نفس الطول هي نفس طولي قريبة من طولي أطول مني بصانتي بس يا بنات وشو ودي أوصل كذا للنحف هذا عرفتوا أنا ما أحب النحف العربي النحف العربي اللي هي خصر ويرك وما ديني هذا النحف أنا ما أحبه يا أكون سمينة سمينة يا أكون نحيفة نحف الأوروبية أنا أبغى أوصل للنحف الأوروبي فهميني؟ أبغى أوصل للنحف الأوروبي هذا النحف يعجبني النحف الأوروبي حلو ناعم أنا أبغى أوصل للنعومة هذه للنحف هذا الحمد لله نحفنا الحين ونعمنا وكل شي بس ودي كمان أكمل خلاص طالما أني كملت ودي كمان أني أكمل فاهميني بنات فأتمنى يرب تكون الصورة هذه محفز قبل وبعد لا أبر لا حبوب لا نفخ بلون لبنات مشي اللي كانوا مستهنين بالمشي أوجه لكم رسالة من هنا شفتوني الحين اللي قالوا المشي ما يفيد تمنى تكون الرسالة وصلت وشفتوا أن المشي يفيد عشر آلاف خطوة كانت كفيلة أنها تحرق ما تحرق من الدهون إذا حابيني أتكلم على مرحلة ثابات الوزن المقيت خبروني يا بنات ونزلكم فيديو اليوم بالليل من الفيديوهات اللي عندي أركب لكم عليه منتات وأتكلم على المعاناة اللي كنت أدخلها أوقات مرحلة ثابات الوزن وعطيكم حلين سهليات وسريعات علشان تكسرين ثابات الوزن اللي عندك وتبدأ مرحلة الحرق تبدأين تحرقين يعني وتبدأين تدخلين في مرحلة الحرق وخسران الوزن كتبوا لي في التعليقات ومن عيوني من اليوم يالله كنا نتغير ونبدأ كذا حياة صحية ونبدأ كذا بوزن أحسن بشكل أحسن أنا كمان بادية مع سارونا الحمد لله ومنزلت يا ربك الحمد والشكر انزلت انزلت فعلا فرقتك كلهم ملاحظين طبعا سارة رغم منها ميسمينة بس تداركتها قبل ما تدخل بالمعاناة لأنا دخلت فيها أحبكم من عماق قلبي والله يسعدكم والله يحفظكم أنا زمان مكلية الأكل هذا زمان زمان من قلب أي والله زمان على التقشف أشوفكم على خير بإذن الله طبعا الفيديو قديم هذا متصور يا بنات أنا حاليا ما كل أشياء هذه أشوفكم على خير إن شاء الله كذا أنا أقولكم ألف ألف سلامة